ترأس الرئيس عبدالفتاح سيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم التهنيئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد وبحث مهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي وفي ذكرى الاحتفالات قام الرئيس سيسي يرافقه وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكاليل من الظهور على النصب التفكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع اكاليل من الظهور على النصب التفكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعازفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار ثم قام الرئيس السيسي بوضع اكاليل من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة حيث قام بوضع اكاليل الظهور وقراءة الفاتحة على روحه الطهرة كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مقتتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من أجل رفعة الوطن